كان في حادث مبارح في حريق في مخزن في الهرم تفاصيله يصيب 19 شخص مبارح إثر اندلاع حريق هائل في مخزن كابلات بشارع الزغلول بمنطقة الهرم نقلت عشر سيارات إصعاف المصابين إلى مستشفى الهرم وتنوعت الإصابات بين حالات اختناء وحروق متفرقة بالجسم إزاي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو حقيقة كمان رجال الحماية المدنية بالجيزة توصلوا ووصلوا جهدهم للسيطرة على الحريق وتم الدفع بعشرين سيارة إطفاء من قطاعات الجيزة وقاهرة والإدارة العامة للحماية المدنية تحت إشراف السيد اللواء هاني سعيد استعاننا رجال الحماية المدنية بالجيزة أيضا بمعدات حي الهرم لإزالة المعوقات اللي بتحول دون وصول رجال الإطفاء إلى مصادر النيران سريعا لسيما أن رجال الإطفاء وجهوا الحقيقة صعوبات عدة منها ضيق المساحة في الشارع الشارع دايق وإعقارات المتلاصقة في بعض بالإضافة إلى احتواء المخزن على مواد بتزيد من الاشتعال خصوصا مع نشاط الرياح لأن طبعا الرياح كانت عالية جدا مبارح إذ غطت الأدخين الحقيقة سماء المنطقة بالكامل فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان دكتور خالد مجاهد إصابة 19 مواطن بالاختناق وأوضح مجاهد أنه فور الإبلاغ عن الحادث هرعت عشرة سيارات إصعاف لمكان الحريق علشان تنقذ السكان وتم علاج 11 مصاف في موقع الحادث بينما تم نقل سبع حالات للمستشفى الهرم وحالة واحدة لمستشفى أم المصريين وأكد خالد مجاهد أن كل المصابين حالته مستقرة إيه اللي لفت نظري إيه بقى في الحادثة دي إن سيرات الإدفاق لما حصل الحريق ده ما كانتش عارفة تدخل من ضيق الشارع والدنيا الزحمة والعمارات طبعا اللي مبنية عشوائي لزقف بعض وتلاقي في محل حاطة معرفش إيه وأهوة حاطة إيه لما بنيجي نتكلم على المحليات ونقول يا جماعة لما بيحصل لقدر الله مصيبة أو كرسة أو حريقة أو هي حاجة زي اللي أنتوا شايفينها دي أول حاجة منتكلم فيها إن الناس عايزة عربية المطافي وعربية الإسعاف بسرعة لما يبقى في عشوائيات بالبنزر ده يبقى المصابين هيكتروا والمصيبة هتكبر أكتر دي أكتر حاجة الحقيقة لفت تنتباهي في الموضوع يعني ورد إنه هو يحصل حريق ماس كهربائي إهمال بقى من المخازن من صحاب المخازن من الناس اللي شغالها أيا كان يعني سبب الحريق اللي يعني ما تعرفش قوي فيه الخبر دلوقتي بس اللي إحنا خدنا بالنا منه بالضبط إن يعني العشوائية في البناء بتؤدي إلى كوارث ومش دي الكرسة الوحيدة اللي ممكن البناء العشوائي يؤدي لها ده كان مثال فأرجو يعني برضو من السادة المسؤولين على المحليات إن هم ياخدوا بالهم من حكاية الموضوع مش منظر وشكل وزحمة وخلاص في حاجات أكبر من كده طيب